أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية دعم مسار الحوار الإقليمي ومناقشة المسائل العالقة واحترام سيادة الدول ورفض الدخولات والاعتداءات جاء ذلك خلال لقاء نظره تركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الهيئة الجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك بحسب بيان لمكتب صالح والذي ذكر أن الرئيسين بحثات تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفيما شدد صالح على أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي أشهد أردوغان أيضا بجهود العراق في تخفيف تواترات الشرق الأوسط عبر الحوار مؤكدا دعم بلاده لأمن العراق واستقراره